أيها الطلبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم في الفلسفة يتناول العلاقة القائمة بين الإحساس والإدراك وهذا الدرس يمثل المشكلة الأولى من إشكالية إدراك العالم الخارجي ونستهله بالتساؤل التالي هل يمكن الفصل بين الإحساس والإدراك؟ تابعوا معي إن هذا الموضوع يتناول إشكالية العلاقة بين الإحساس والإدراك وهذه المسألة تنتمي إلى البحوث التي لها صلة بفلسفة المعرفة وتهدف إلى تحليل الآليات التي تجعل الذات العارفة تتفاعل مع العالم الخارجي بغية الكشف عن مكنوناته والتكيف معه وهنا ينبغي الوقوف عند حدود المصلاحين التاليين الإحساس والإدراك فما هو إذن الإحساس؟ الإحساس هو ظاهرة أولية بسيطة يتمثل في تلك الانطباعات المتولدة عن المنبيهات شكراً وما هو الإدراك إذن؟ هو عملية عقلية مركبة يتمثل في تفسير وتأويل تلك الانطباعات الحسية شكراً وللوقوف عند أسرار هذا الوجود يعتمد الإنسان في معرفته للوسط الخارجي على أداتين الحواس التي هي بمثابة نوافذ نطل من خلالها على العالم الخارجي والعقل الذي يستعمله الإنسان كوسيلة للكشف عن مكنونات هذا الوجود وهنا يحق لنا أن نتساءل حول طبيعة العلاقة القائمة بين الإحساس والإدراك فنقول هل الوظائف الفيزيولوجية مستقلة عن الوظائف السيكولوجية؟ أم أنها تعمل في شكل وحدة متكاملة؟ وبعبارة أخرى هل الإدراك والإحساس عملية واحدة؟ وهل يمكن الفصل بينهما؟ للإجابة على هذه التساؤلات نجد أنفسنا أمام الكثير من المدارس الفلسفية فما هي أهم هذه الاتجاهات؟ هذه الاتجاهات تتمثل في الاتجاه العقلي والاتجاه الحسي والاتجاه القشطلتي والاتجاه الضواهري شكرا نبدأ بالاتجاه الكلاسيكي يؤكد أن صار هذا الاتجاه على ضرورة التمييز بين الإحساس من جهة والإدراك من جهة أخرى فالإدراك عندهم ظاهرة مستقلة عن الإحساس وهذا الطرح نجده أبناءنا لدى العقليين والحسيين ومن بين الفلسفة الذين ينتمون إلى المدرسة العقلية نجد على سبيل المثال ديكارت وألان أما الحسيون فنجد جون لوك وجون ستيوارت ميل وهنا نقف عند فحص طبيعة الأدلة التي جاء بها كل من العقليين والحسيين وهي كثيرة ومتعددة ويمكن تصنيفها إلى مبررات منهجية ومبررات مذهبية فالمبررات المنهجية تتمثل في تحليل طبيعة الإحساس فحدوثه يستوجب وجود منبه ومستقبل حسي ثم التعرف عليه إن هذه العملية تدل على أن هناك أسباقية زمنية بين ما نحس به وما ندركه هذا الشكل الذي تراه أمامك ماذا يمثل لك؟ نحن ندرك على أن هذا الشكل أنه مكعب رغم أننا لا نرى إلى ثلاثة أوجه ونحن نعلم أن المكعب شكل له ستة أوجه شكراً ولقد درستم أبناءنا هذه المسألة في السيالة العصبية فالفرض الفريكي تتم عملية الإحساس لا بد من وجود منبه ومستقبل حسي ثم التعرف عليه وهذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على أن ما تمدنا به الحواس يختلف تماماً عما يمدنا به الإدراك ويمكن تدعم هذه الحجة بمثال فإذا وخذنا شخصاً ما بإبرة فإن هذا المنبه يترك أثراً حسياً ينتقل في العصب الحسي إلى المراكز الدماغية ثم يبدأ العقل بعملية التأويل والتفسير ليكتشف طبيعة هذا المنبه وهذه المسألة إن دلت على شيء فإنما تدل على أن ما تنقله الحواس يختلف تماماً عما يدركه العقل وهناك أيضاً مبررات مذهبية فالإنسان بطبيعته كائن متميز بوعيه فهو من جهة له قواسم مشتركة مع الحيوان ومن جهة أخرى يشتمل على العقل وهذه الملكة أوثق من الحواس لأن الحواس تخدعنا ومن بين الأمثلة التي تستوقفنا رؤية قرص الشمس أو رؤية الأشجار فأنت عندما تكون في مركبة وبجنبات الطريق أشجار محفوفة فإن حاسة البصر تقول لك بأنها متحركة والعقل يؤكد لك على أنها ساكنة فهنا تلاحظون أنه لا وجود إطلاقاً للمطابقة بين ما هو حسي وما هو عقلي أضف إلى ذلك أن التجريبيين يعتقدون أن الطفل يولد صفحة بيضاء والتجربة تدون عليه ما تشاء ومثال ذلك الطفل الصغير وسماعه للصوت فالطفل الصغير عندما يسمع لصوت ما فإنه لا يدرك مصدر هذا المنبه باعتبار أن الصوت عبارة عن تموجات وذبذبات تدخل إلى حسة السمع ولكن الطفل هنا لا يدرك مصدر هذا المنبه إن كانت سيارة أو عصفور وهذا الذي جعل التجريبيين يؤمنون بوجود إحساسات خالصة إن هذا المثال يدل على وجود إحساسات خالصة لكن هذا الموقف الذي يفصل بين الإحساس والإدراك وجهت له اعتراضات ومن بينها الفصل بين الإحساس والإدراك يقوم على التسليم بفكرة الموازات بين الجسم والنفس وتعود جذورها إلى الثقافة اليونانية القديمة أضف إلى ذلك أن المعطيات الواقعية دلت على أنه لا توجد معالم واضحة تبين لنا أين ينتهي الإحساس وأين يبتدئ الإدراك الآن ننتقل إلى الطرح الثاني والذي نجده لدى السيكولوجيين وبالمقابل نجد طرحا آخر لا يميز بين الإحساس والإدراك لأن دورهما واحد يتمثل في استقبال الصور كما هي موجودة في العالم الخارجي فالصيغة التي يكون عليها الموضوع هي التي تتحكم في العملية الإدراكية هذه النظرة نجدها عند علماء القشطلت ولدى الظواهريين فالقشطلتيون أحدثوا ثورة على الثنائية الديكارتية ورفضوا تقسيم العقل إلى وحدات جزئية مبعثرة وجعلوا من النظرة الكلية مفتاحا للإدراك أما الظواهريون فقد جعلوا من الخبرة الشعورية أساسا لمدركاتنا وبهذا المعنى فإن الإدراك يتغير بحسب الأحوال النفسية كحالات الفرح والحزن فالفرد يقف أمام مشهد واحد إلا أن إدراكه يختلف عندما يكون في حالة الفرح أو حالات الحزن ومن بين المبررات التي يمكن اعتمادها تكمن فيما يلي العوامل الموضوعية هي التي تحدد صياغة مدركاتنا كعامل التشابه والتقارب والبروز وهذه العوامل الذي جاء بها علماء القشطلت لكي يبين لنا بأن النظرة الكلية هي التي تسبق النظرة الجزئية كما هو مبين في صورة السيارات ومن بين النماذج التي تستوقفنا أبناءنا إذا كانت لدينا ثلاثة خطوط متساوية ومتوازية وأحدثنا عليها تعديلا فإن إدراكنا يتغير لها كما هو مبين أمامكم في الشكل ففي الجهة اليمنى تلاحظون أن هناك ثلاثة خطوط متساوية ومتوازية وفي الجهة اليسرى نلاحظ أننا عندما أحدثنا عليها تعديلا فإن إدراك الإنسان تغير لها وهنا يطرح السؤال هل الذات العارفة هي التي تغيرت أم العناصر التي تتحكم في مجال مدركاتنا هي التي تغيرت الجواب بالطبيعة أن العناصر التي تتحكم في مجال الإدراك هي التي تغيرت وهذه المسألة تدل على أن الموضوع هو الذي يفرض علينا طبيعة المدركات فالإنسان عندما يتفاعل مع العالم الخارجي فإنه يتفاعل بواسطة الذات برمتها فلا وجود للأسبقية بين الجسد والنفسي ومن ثمة فإنه لا وجود لإحساسات خالصة هذا التبرير نجده لدى الظواهريين الذين يجعلون من الذات تتفاعل مباشرة مع العالم الخارجي جسداً وعقلاً في نفس الوقت ومن هنا فإنه لا وجود للأسبقية القائمة بين ما نحس به وما ندركه ومع ذلك فإن هذا الطرح تعرض لعدة انتقادات ومن بينها لو كان الإدراك مشروطاً بعناصر الموضوع لكان واحداً لدى جميع الناس ومن بين الأمثلة التي توضح لنا ذلك أنه إذا افترضنا وجود ثلاثة أشخاص لهم ميولات مختلفة كالفنان والمهندس والجندي فالفنان لا يرى في الموضوع إلا كيف يتمكن من إبداع صورة فنية أما الجندي فإن المدركات التي تجول في خاطره تكمن في الاستراتيجية التي يضعها أما المهندس فإنه يتصور الخطة المعمارية التي ينجزها أضف إلى ذلك أن الخبرة الشعورية قائمة على الوصف ونحن نعلم بأن الدراسة الوصفية ليست دقيقة وهنا نهتدي إلى الخاتمة إن الإحساس بوصفه علاقة أولية بالعالم الخارجي والإدراك باعتباره معرفة مجرد بهذا العالم يمثلان تصورات فلسفية افتراضية تسببت في الفصل بينهما بمقتضايات منهجية أو مقتضايات مذهبية ولكن واقع الحال أثبت صعوبة هذا الفصل خاصة وأن الإحساس مسبوق بشيء من فعاليات العقل العليا التي تبرر له التوحد مع المعرفة الإدراكية التي يخلص إلى تحصيلها إلى هنا ينتهي درسنا اليوم وإلى اللقاء في الدرس المقبل بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة